ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقليص عدد هذه المساعدات يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الأشقاء الفلسطينيين واحتياجاتهم الضرورية لمثل هذه المساعدات المزيد يطلعنا عليه الزميل أحمد ممدوح مراسلة تلفزيون المصرية تحياتي لكم ولكل أسادة المشاهدين من مدينة العريشة ننقل لكم الصورة الكاملة لموقف دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه المساعدات الإنسانية حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفع دون دخولها من جانب قوات الاحتلال في الوقت الذي تسداد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحاجاتهم الضرورية لمثل هذه المساعدات سواء مساعدات غذائية أو مستلزمات طبية أو غيرها من المساعدات اللوجستية اليوم تم دخول 97 شاحنة محملة بأطنان من المواد الغذائية بالإضافة إلى دخول 7 شاحنات للسولار وأربع شاحنات للغاز بينما تم رفض أربع شاحنات للمستلزمات الطبية هم يمنعون دخول هذه المستلزمات الطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وزيادة معاناته والوصول بهم إلى المجاعة والتهجير القصري أيضا للفلسطينيين من قطاع غزة منظمات دولية والأنروا أكدت أن قطاع غزة يعاني من المجاعة في ظل تضاهر الأوضاع هناك خاصة في شمال قطاع غزة في جباليا وبتلهية حيث منعت قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات الإنسانية مما يندر بكارثة إنسانية نتحدث أيضا عن الجهود المصرية المتواصلة لدعم هذه المساعدات من خلال فتح معبر رفع حيث تتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية عبر معبر رفع لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن قوات الاحتلال بتمنع دخولها أيضا لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات نسع إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وأحياء مصار المفاوضات مرة أخرى واستضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية هذه هي الصورة الكاملة من داخل مدينة العريش وعودة إلى الزمناء في الاستوديو اشتركوا في القناة